أخي الحبيب لا تنسى هذا الدعاء عندما تأوي إلى فراشك والله إنه دعاء عظيم يجمع لك خيري الدنيا والآخرة يصرف عنك الشر يفتح لك أبواب الخير ويغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة دعاء مهم جدا أرجو أن نحفظه وأن لا نغفل عنه وبخاصة عندما نأوي إلى فراشنا قبيل النوم هذه الدقائق قبيل النوم مهمة جدا علماء البرمجة اللغوية العصبية وعلماء النفس يؤكدون على أهمية الدقائق التي تسبق النوم لأن اتصال العقل الواعي مع العقل الباطن يكون كبيرا وتأثير هذه الدقائق مهم جدا يستمر خلال النوم ويؤثر على سلوكنا فيما بعد لذلك هم يقترحون طبعا هم لا يعلمون هذه الأدعية ولا يؤمنون بالله أصلا معظم العلماء اليوم تعلمون أن العلم الحديث قائم على إنكار وجود الله أو عدم الاعتراف بوجود خالق للكون لذلك هم يتخبطون يقولون لشخص مثلا مدخن مدمن على الدخان قبل أن تنام كرر هذه العبارة أنا لن أدخن مرة ثانية التدخين مضر أنا غدا سوف أمتنع سوف كذا سوف كذا يعني عبارات يقترحونها قبل أنهم تعطي أثرا مع الزمن بالفعل هناك ناس أقلعوا عن التدخين بهذا الأمر ولكن نحن لدينا أشياء أعظم بكثير في الإسلام نحن لدينا اتصال مع الله هم فقدوا هذا التواصل أنت عندما تدعو الله وتتوجه إلى الله تشعر بقرب الله منك عندما تنام أنت وأنت تذكر هذا الدعاء الذي سنقوله الآن تشعر أن الله قريب جدا منك أن الله عظيم أن الله قوي أن الله حليم أن الله سبحانه وتعالى يحبك لذلك دعوني أقرأ هذا الدعاء ونتدبر هذه المعاني العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من قال هذا الدعاء النبي يتابع ويقول غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر صلى الله عليه وسلم انظر كلمات خفيفة جدا كلها ذكر لله والذكر يطمئن به القلب على ذكرة نبدأ ببداية الدعاء أول شيء عبارة التوحيد لا إله إلا الله والتأكيد على وحدانية لا بقوله وحده وتأكيد مرة ثالثة لا شريك له انظر كم مرة أنا أؤكد على وحدانية لا لا إله إلا الله رقم واحد وحده لا يوجد معي لا شريك له تأكيد يجب أن تغرس هذا التأكيد في داخلك كل يوم قبل أن تنام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إذن أنا كيف أخاف من فلان أن يقطع رزقي والملك كله لله عز وجل إذن هنا أنا أصحح عقيدتي كل يوم قبل النوم له الملك وله الحمد هو الذي يستحق الحمد لماذا؟ عندما أقول له الحمد أتذكر نعمة الله علي أتذكر هذه النعم العظيمة جدا التي أكرمني الله بها نعمة هذا الجسد الذي يعمل بشكل متناسق انظر كم نوع من الأمراض نجاك الله منها قد تكون مصاب بنوع أو نوعين أو ثلاثة أنواع ولكن كم ألف نوع من الأمراض نجاك الله منها أمراض الأعصاب والدماغ والأمراض العيون وأمراض الفم والأسنان وأمراض الصدر أمراض الجهاز الهضمي أمراض المثانا وكذا أمراض جلدية أمراض يعني آلاف الأنواع من الأمراض كلها نجاك الله منها باستثناء نوع أو نوعين ابتلاك به ليرفع درجتك عنده لا يستحق هذا الإله أن تحمده إذن هو الذي يستحق الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذن هذا الإله العظيم قادر أن يرزقني إن كان عندي مشكلة مادية قادر أن يحل مشكلتي إذا كان هناك مشكلة اجتماعية عائلية زوجية مع الأولاد مع الأسرة مع الأب قادر وهو على كل شيء قدير كل شيء الله قادر عليه ثم ترد الحول والقوة لله عز وجل وحده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد يستطيع أن ينفعني إلا الله لا أحد يستطيع أن يضرني إلا الله القوة كلها بيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي فوق عباده العظيم لا أحد عظيم غيره هؤلاء كلهم عباد فقراء يفتلك فلذلك دعي الخلق ودعي الأسباب ودعي الدنيا وكن مع الله تمسك بحبل الله سبحانه وتعالى ثم تنزه الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلما قلت جملة من هذه سبحان الله غرست لك غرسة في الجنة الحمد لله غرست غرسة وتبقى تنمو إلى يوم القيامة حتى تكون مثل جبل جبل من الأشجار والثمار فحتى المؤمن يعجب يوم القيامة يقول يا رب أنا لم أعمل فيقال له هذه سبحان الله انظر كم أصبحت هذه الحمد لله هذه لا إله لله هذه الله أكبر فإذا علمك النبي كل يوم قبل أن تنام أن تغرس أن تضع رصيد لك في الجنة نحن اليوم دماغنا منشغل كم أضع أنا رصيد هنا وكم أصرف هنا وكم أوفر هنا تتكالب عليك الدنيا ثم يأتي الموت تترك كل شيء وراءك لا النبي وجهنا باتجاه الآخرة فعندما تقول هذا الدعاء إذن هناك مكافأة إضافية أن الله يغفر ذنبك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يعني لو عملت مليارات الذنوب الله يغفرها أنا أريدك أخي الحبيب قبل أن تنام وأنت تقول هذا الكلام تتذكر بل تستيقن أن ذنوبك كلها غفرت إن شاء الله إلا طبعا هناك أمور مثل قطع الرحم يجب أن تصل رحمك أكل أموال الناس تعيد الحق لأهلي هناك ذنوب تتعلق بالمخلوقات من حولك يجب أن تردها وتطمئن أن الله قد غفر كل ذنوبك إن شاء الله فتنام نوما مريحا جدا تشعر بسعادة والله أيها الأحبة من يدعو بهذا الدعاء يشعر بسعادة غامرة ينام بعمق يشعر بلذة الدنيا بلذة الحياة التي فقدها الكثيرون نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من السعادة في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق